السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع عامل زي شات دي بي تي انا بس اخدمه كتير. آآ ممكن اجي مسلا اقول له اكتب لي شعر مسلا. شعر عن اعمار غزة. اخترت موضوع مع تكتش ان حد كتب في الشعر قبل كده ونشوفه هيعمل ايه? تمام? الفكرة ان احنا بنقول له اكتب شعر وباللغة العربية. عم موضوع محدش كتب قبل كده. فكتب من تحت الركام سنبني الحياة ونشعله في الليل الف شعاع. سنرفع من عزمنا راية ونمضي بعز من الى الارتفاع. آآ جميلة. تمام? يعني ما تكتش ان شات جبتي ممكن نكتب حاجة زي كده. طيب آآ ممكن تقول له مسلا نكتبها لي على البحر الطويل او اي بحر انت عايزه وممكن تديره شعر معين مسلا تقول له اكتب لي على نفس الشكل. تمام? بيقول لك لان انت عايز اشرح لك اي بيت قادر ان انا اشرحه لك. طيب ممكن نقول له اكتب لي قصة عن آآ يحيا السنوار. وندوس انتر. بدأ اكتب لك قصة هيت. وخلي بقى هو من ناحية تاريخية موضوعية. تمام? آآ لو قربتش من اي انا واسق ان هو يفعل لك الموضوع بشي يخليك تكمل فيها. تمام? فممكن نستخدمه بشكل جميل جدا تقدر تسأله اي سؤال انت عايزه ويبدأ ان هو يكتبها لك. وبيقول لك لو انت عايز اي جانب معين يقدر ان هو يديك تفاصيل اكتر. فجمل جدا تقدر ان انت تدخل تسأله اي سؤال زي ما انت شايف. بيديك حاجة قوية حاجة ابداعية حاجة فيها تفاصيل. ممكن تقول له اكتب لي قصة مثلا خيالية يبدأ ان هو اكتب لك قصة خيالية عن اي حاجة انت عايزها. فاستخدموه هتلاقو مختلف آآ بشكل كبير عن اللي احنا متعاودين عليه. شاتج بيتي وجي من قوي.